تواصل فرق الترميم عملها بمعبد دندرة في محافظة قنة وقد نجحت فرق الأثار لأول مرة في إذار النقوش والألوان تمهيدا لافتتاح أعمال التطوير والترميم الشهر المقبل تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي النهاردة نحن في زيارة تفاقدية في معبد دندرة واحد من أجمل وأكمل وأروع المعابد المصرية اللي بنيت في العصر اليوناني الروماني النهاردة بزور زميلي المرممين في المجلس العلاثار والأثاريين هنا في معبد دندرة عشان يورونا حاجة جميلة جدا إظهار نقوش وألوان لأول مرة بعد ما كانت متغطية بالتساخات وتكلسات يمكن تصل إلى ألف وشوية سنة الحمد للنهاردة بيبهرونا بإزالة هذه الاتساخات والتكلسات النهاردة كمان تفتتح أو تجهيزات لفتتاح بعض الغرف الجانبية في داخل المعبد النهاردة كمان خلاص خدنا القرار أنه يعد هذا المعبد لزوي الهمم على غرار ما تم الانتهاء منه من معبد الكارنك معبد لقصر معبد حدش بسوت ماتحف لقصر بعض المقابر داخل ودي الملوك النهاردة بنبدأ عملية تمهيد هذا المعبد لزوي الهمم عشان يقدر يتجول برحته داخل هذا المعبد حتى يصل إلى قدس الأقدس سنة 22 ستكون من أهم المميزات الخاصة في معبد دندرة خاصة معبد دندرة يتميز بمميزات فريدة عن غيره من المعبد الأخرى خاصة لفترة الحقبة التاريخية التي مر بها معبد دندرة وهي فترة عصر تم بناءه في العصر اليوناني الروماني هذه الحقبة جميلة جدا طبعا بها بعض الخصائص والمميزات الفنية والألوان الخاصة في معبد دندرة تجعله في معبد فلكي من الدرجة الأولى